قناة الصقور الجو العربية تحييكم وتقدم لكم التعرض على معامل المكائن والألميليوم في مدينة آراك آراك هي المدينة الصناعية رقم واحد في إيران وتقع على مسافة 170 كيلومترا من حدود العراق مدينة الكوت ولغرض إضعاف الاقتصاد الإيراني وقبول وقف إطلاق النار قامت القوة الجوية العراقية بشن هجمات على المنشآت الحيوية والاقتصادية والحركات الجوية المقابلة والتجريد وشل المرافق الحيوية فبتاريخ الخامس والعشرين من شهر أيلول عام 1986 صدرت أوامر من عمليات القوة الجوية بشل معامل ومصانع المكائن والألميليوم والتي تم تحويلها للإنتاج الحربي ودعم القوات الإيرانية تنفذ من قاعدة أبي عبيدة الجوية في الكوت بقوة تشكيلان من طائرات الميراج F1 من سقور السرب 79 وبواقع أربع طائرات لكل تشكيل وبمهاجمة هدفين حيويين إلى الشرق من مدينة آراك الإيرانية الهدفين هما معمل التصنيع المكائن والجرارات ومعمل الألميليوم الجهد الجوي تقوم ثمان طائرات بواقع تشكيلين أربع طائرات لكل هدف بالهجوم وبوقت متزامن على الأهداف خطة عمليات القوة الجوية تقتضي بأن يتم الطيران بارتفاع واطئ دون مئة متر ثم السحب إلى الارتفاع 2500 متر والانقضاض على الأهداف بالتزامن وبواقع أربع طائرات على كل هدف أقلعت الطائرات الثمانية من قاعدة أبي عبيدة الجوية وتوجهت شرقا لتدخل أراضي العدو من منطقة شمال مدينة بدرة تم عبور الحدود والمرور جنوب مدينة بروجارد وكانت المدفعية المضادة للطائرات جنوب تلك المدينة قد رصدت طائرات الثمانية العراقية وبدأت تطلق النار بكثافة لكن دون تحقيق أي إصابة تم تجاوز المضادات الأرضية للعدو بالرغم من كثافة ميران المعادي وعدد طائراتنا الذي يعتبره غير قليل يسبيا تم التقرب إلى الأهداف المعادية مرورا بشمال مدينة أراك التي بدت مدينة كبيرة جدا بينما شاهد الطيارون العراقيون أهدافهم حتى قبل السحب إلى الأعلى بدأت الطائرات المهاجمة بالانقضاض على أهدافها الواحدة تلو الأخرى حتى أحالت تلك الأهداف إلى غابة من الانفجارات والحراءة تجمعت الطائرات المهاجمة عند نقطة الانتقاء بعد الهجوم وعادت جميعها وهبطت بسلام في نقطة انطلاقها في قاعدة أبي عبيدة الجوية شاهد الطيارون العراقيون أهدافهم تتحول إلى رماد ولكن جرت العادة أن ينتظر الطيارون نشرة أخبار المساء لتعرف على ما نتج من تلك الضربات على وجه الدقة وباعتراف العدو في أغلب الأحيان الخبر المفاجئ هو أن عدد القتل من المهندسين المتطوعين للعمل مع الجيش الإيراني قد وصل إلى 296 مهندساً كانوا يتدربون في المنشأتين الإيرانيتين التي تمت مهاجمتهما الكثير من الداخل وصل أخبار المنشأتين عراكي هو الرئيس الأول ст �ستيشيك في إيران Localized at a distance of 170 km from Iraqi borders For the purpose of weakening the Iranian economy and accepting ceasefire Iraqi air force launched attacks on vital and economic installations and counter air movements stripping and paralyzing the vital facilities on the 25th of september 1986 the iraqi air force ordered operations to paralyze the machinery and aluminium factories and plants which were converted to for military production and support for the iranian forces two formations of mirage f1 fighters from the 79 squadron with four aircrafts for each formation were carried out from abu obaida air base in kut attacking two vital targets east of the iranian city of arak the two targets are the machinery and tractor manufacturing plants and the aluminium plant the area effort is carried out by eight fighters with two formations four fighters for each target at a simultaneous time on the targets the plan for the air force operation requires flying at a low attitude less than 100 meters then pull up to a height of 2 500 meters and attacking the target simultaneously with four fighters on each target the eight aircraft took off from abu obaida airbase and headed east to enter the enemy territory from the area of the north of city of badra the border was crossed and passed south south of the city of the city of berge road and the anti-aircraft artillery south of that city had spotted the eight iraqi aircrafts and started firing instantly but without achieving any injury the enemies ground anti-aircraft guns were safely bypassed despite the intensity of the hostile fire the number of our aircrafts were considered not small relatively the hostile targets were approached passing through the north city of arak which seems to be very large city while the iraqi pilots saw their targets even before the clouds on the top the attacking aircrafts began to pounce their targets one after the other until they turned those targets into forests of explosions and fire the attacking fighters all returned and landed safely at their starting point of the abu obaida airbase the surprising news is that the death toll of volunteers engineers to work with the the iranian army has reached 296 engineers who were training in the two iranian facilities that were attacked هذه البطولات التي نفتخر بها جيلا بعد جيل ولن تنسى هذه البطولات التي نفتخر بها جيلا بعد جيل ولن تنسى وسيأتي الزمن لتدرس ضمن مناهج كليات القوة الجوية لما لها من أهميات سوقية وعسكرية وقتالية وقتالية وبدقة عالية لن تمحى هذه المآثر من ذاكرة أبطالها ومن عاشها من العراقين الشرفاء بوركتم يا أبطال السماء والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار مع تحيات قناة سقور الجو العربية موسيقى 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 اشتركوا في القناة